في احتجاجات إيران دعوات لطرد المتظاهرين بوصفهم أعداء الوطن وسلطات تحتجز عشرات الصحفيين لإخفاء القبر نظارات البجاة تنقلب على حكومة الخرطوم وتعلن نفسها حكومة مؤقتة في الشرف وتبدأ في تأسيس قوة عسكرية لحماية الإقليم تقرير إعلامي يكشف عن توجه تونس لرفع الدعم نهائياً عن المحنوقات العام المقبل وعمة احذيرات اتحاد الشر النتائج الأولية تشير لفوز الجمهورين بالأغلبية في مجلس النواب وجولة إعادة في جورجيا تحسم الشيوخ بعد قرابة شهر في انتكاسة جديدة الجيش الروسي يعلن الانسحاب من مدينة خيرسون الأوكرانية والمناطق المجاورة لها أهلا بكم مشاهدين ساعتان إخباريتان متصلتان من الحدث نتناول فيهما آخر تطورات المشهد الإخباري على مختلف الصعود ونفصل نقاشاً في الساعة الأولى منهما ملفات من إيرانا والسودان من إيرانا والسودانية خيرسون الأولى من فرصانية خيرسون الأولى من مجال اشتركوا في القناة تتواصل معها عمليات القمع وكذلك الاعتقالات فيما دخل عمال منصات وصناعة النفط في ايران اسبوعهم الثالث من الاحتجاجات المتواصلة والاضراب عن الطعام وبالتزامن شهدت مدن محافظة كردستان اضرابا واسع النطاق في الذكرى الاربعين لمقتل متظاهرين في مدينة زهدان هذا فيما ينفذ اصحاب المتاجر وبعت السوق في مدينتي سنندج وسقز اضرابا عاما موسيقى 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 وفي السياق أصدرت زهرة رهن ورد زوجة زعيم الحركة الخضراء الإيرانية مير حسين موسوي والتي تخضع للإقامة الجبرية أصدرت بيانا طالبت فيه النظام الإيراني بوقف قمع طلاب الجامعين والمحتجين في إيران وطالبت رهن ورد بإطلاق صراح الطلاب السجناء وتوقف عن تهديدهم خاتمة بيانها المقتضب بالشعار المرأة والحياة والحرية وفي الأيام الأولى من الاحتجاجات اتهمت رهن ورد النظام الإيراني باستخدام العنف والوحشية ضد المرأة بشكل غير مسبوك وقالت إن هذه البدعة ليست دينا ولا عرفا ولا أخلاقا ولا شرفا هذا وبدأ النظام الإيراني في تنفيذ ترهيبه للمحتجين بإعدام مواطنين بلوشيين باسم شعيب إسكاني وإسحاق إسكاني بتهمة الانتماء إلى جماعة جيش العدل واتهمهما بقتل أربعة عسكريين إيرانيين في عام 2019 يأتي هذا في الوقت الذي تزايدت فيه تحذيرات المنظمات الحقوقية من تنفيذ إعدامات جماعية بحق المعتقلين من المتظاهرين خاصة بعد دعوات مسؤولين بالقضاء ونواب بالبرلمان إلى إعدام المتظاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصدعات والانقسامات التي تضرب النظام الإيراني على وقع الاحتجاجات المستمرة متحدثا أي التقرير عن مؤشرات أن النظام قد بدأ في التعامل مع المحتجين كقوة اجتماعية شرعية تقرير ديمندا تحدث أيضا عن مطالبات بين المتشددين تطالب النظام وتؤكد على ضرورة الاعتراف بمطالب المحتجين مضيفا أي التقرير أن الانقسامات تظهر داخل النخبة السياسية الحاكمة في إيران حول الانتفاضة الشعبية وتمثل تحديا نادرا للسلطات الإيرانية التقرير يرى أن الانقسامات حتى الآن أقل كارثية من تلك التي ظهرت داخل الطبقات السياسية ورجال الدين المتحكمين في البلاد في عقاب تدفق الاحتجاجات الشعبية عام 2009 كما يرى التقرير أنه من غير الواضح ما إذا كان الاعتدال في نبرة النخبة الحاكمة يعكس تغيرا في السياسة أم مجرد إشارات فارغة من جانبه قيادة مرعوبة تهدف إلى إبطاء وطيرة الاحتجاجات التقرير تحدث كذلك عن تغيير في لهجة رئيس البرلمان محمد باقر قالباف بعد مطالبته سابقا بسحق الاحتجاجات إذ يقول الآن إنه يأمل أن يعود الأمن حتى تبدأ تغييرات المشروعة والضرورية في إرساء نوع جديد من الحكم بحسب قالباف وفي السياق كشفت منظمة مراسلون بلا حدود أن إيران تحاول بشكل منهجي إسكات النساء من خلال توقيف عدد غير مسبوق من الصحفيات في حملتها ضد الاحتجاجات على وفاة مهس أميني من احتجاز النشطاء إلى الصحفيات استراتيجية يتبعها النظام الإيراني لقمع منعلت أصواتهم داخليا ضد ممارسته بشكل منهجي بحسب منظمة مراسلون بلا حدود تحاول إيران جاهدة إسكات النساء من خلال توقيف عدد غير مسبوق من الصحفيات في حملتها ضد الاحتجاجات على مقتل مهس أميني المنظمة أوضحت أيضا أن حوالي نصف الصحفيين الذين قبض عليهم أخيرا هم من النساء من بينهن اثنتان تواجهان عقوبة الإعدام إذ وجهت السلطات الإيرانية الاتهام إلى نيلوفير حامدي وإلى هي محمدي وهما صحفيتان كانتان أول لمن لفت الانتباه إلى وفاة أميني بتهمة الدعاية ضد النظام والتآمر ضد الأمن القومي وهما تهمتان قد تؤديان إلى عقوبة الإعدام أفعال تكشف الستارة عن نوايا النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات التي تهدد قبضتها على السلطة فيما تعلو مطالبات عديدة بضرورة إطلاق سراح الصحفيتين دون قيد أو شرط احتجاجات تخطت جرأتها ما تعتبرها السلطات الإيرانية خطوطا حمرا 42 صحفيا على الأقل في كل أنحاء إيران وقفوا منذ انطلاق الاحتجاجات أفرج عن ثمانية منهم ولا تزال 15 صحفية من بين 34 صحفيا رهن الاحتجاج من واشنطن أرحب بالدكتور حسن هاشيميان الباحث في الشأن الإيراني مرحبا بك دكتور حسن أبدأ معك بتقرير الاندبندنت الذي يتحدث ربما عن انشقاقات أو اختلافات داخل رموز النظام حول تعريف ما يجري في الشارع وكذلك أيضا الطعاط الأمني إلى أي مدى من خلال متابعتك تعتبر هذه مؤشرات لانشقاق جدي وليست فقط تبادل الأدوار ومحاولة ربما تخفيف حدة الشارع الإيراني نعم تحية لكم ولمشاهدين البرنامج أنا أعتقد هذه خلافات جدية موجودة في داخل النظام لأن السبب الرئيسي يرجع إلى أن طريقة التعامل ومعالجة الأمور لم تنفع مع هذه الثورة وهذه الثورة مستمرة بقوة ولديها أثر جدا كبير حتى على هؤلاء الذين غريبون إلى علي خامنين ولذلك ما يعتبرون أن المواجهة العنيفة التي تدفع النظام أمام الشعب الإيراني والتي لم تأتي بنتائج إيجابية للنظام ستدفع إلى كارثة أكثر حينما يسمعون أن هناك أطراف في داخل الحرص الثوري وخاصة في قسم من الجيش يريدون العنف الأكثر ولذلك أنا أعتقد أن هناك خلافات جدية في هذه الغضية يعني توصيف خلافات كعنوان هل لها ما بعدها إن نظرنا إلى الكفتين يعني ما يمكن أن نسميهم الصقور الذين يدعون كما أشرت أنت لمزيد من القمع والعنف والبعض يطالب حتى بالنفي وما بين ما يمكن أن نطلق عليهم حمائم والذين يريدون الاعتراف بهذه الاحتجاجات وبالتالي المحاولة للتنفيذ بعض المطالب لتهديئتها أي كف سترجح قرباً وبعداً من المرشد العلى يعني الآن الوضع هو في داخل الصقور حتى في داخل الصقور هناك خلافات مثلاً رأينا لاري جاني وهو كان رئيس بارلمان وغريب من علي خامني وأخوته كانوا في رأس المؤسسات النظام في السلطة الغضائية في مؤسسات أخرى في الوزارة الخارجية كان يتحدث بوضوح بأن الحجاب الإجباري هو ليس من قيام الإسلامية وهو ليس من السياسة التي نفرضها على الشعب وعلينا أن نتخلى عنه أيضاً هناك صمت واضح من قبل حسن روحاني وهناك جهات أخرى أيضاً الآن تنتقد هذه السياسة لذلك حتى نحن لا نتحدث عن الحماين حتى في داخل الصقور هناك خلافات أساسية موجودة على هذه القضية هذا ليس بمعنى أنهم يحبون الشعب أو يريدون يتعاطفون مع الشعب وهم يحبون أنفسهم ويحبون بقاهم في السلطة ويعتقدون أن هذه الطريقة لم تبغيهم في السلطة لكن أستاذ حسن هل النظام لا زال ينظر إلى هذه الاحتجاجات من عنوانها الذي انطلقت بدايته الحجاب فقط أم أن الأمر الآن تجاوز هذه المسألة وبالتالي إن كانوا يتحدثون عن إرضاء الشارع أو أي نوع من الإصلاح المسألة تجاوزت الحجاب وجدليته بكثير الحجاب هو يعطي صفة عامة لكل الشعب الإيران لأن في موضوع الحجاب لم تبغى أسرة في داخل إيران لم تتعلق إلى الأهانة من قبل السلطات ولذلك هو موضوع فجر كل الأوضاع في داخل إيران ولكن بالتأكيد هناك موضوعات أهم موضوعات تتعلق بالسياسة الداخلية موضوعات تتعلق بتدخلات إيران في المنطقة خاصة الأممال الرهيبة التي يصرفها علي خامنه على الميليشيات في المنطقة وحروبه العبثية ولذلك على النظام قبل أن يغير سياساته حول الحجاب عليه أيضا يغير سياساته الإقليمية سياساته الداخلية سياساته تجاهد ولايات المتحدة تجاهد الاتحاد الأوروبي في موضوع الملف النووي هذا كلهم أطلوب من قبل النظام الولي الفقيه نعم يعني وعلى ذكر الولي الفقيه هناك تصريحات من بعض المتشددين عن أن الأمر لم يصدر من الفقيه أو من المرشد وإلا بالإمكان أن تتعاطى الأجهزة الأمنية بشكل أكثر عنفا وتحتوي هذه التظاهرات والبعض مضى إلى الإبعاد من إيران تحت أي قانون أو دستور يمكن أن يبعد مواطن إيراني من بلدي والله هذا حديث كيو مارس حيدري غاد البر أو القوات البرية للجيش الإيراني كيو مارس حيسري هو الدخيل على الجيش يعني هو كان من عناصر البسيج لم يدخل أي كلية عسكرية ويدرس في كلية عسكرية حتى نقول نطلق عليه أسر نعم دكتور حسن عذرني نحن مضطرون للذهاب على الهواء مباشرة لهذا المؤتمر الصحفي الذي يعقده الرئيس الأمريكي جو بايدن شكرا لك دكتور حسن على كل ما تفضلت لي واجهت امتحانات كثيرة ولكن خلال التصويت تحدث الأمريكيون وأثبتوا أن الديمقراطية هي ما يمثل دون ولايات في البلاد شهدت مشاركة كبيرة ومسؤولون الانتخابات أدوا مهامهم وواجباتهم دون الكثير من التدخلات أو أي تدخل وهذا الشهادة للشعب الأمريكي بينما لم نعرف بعد كافة النتائج هذا ما سنقوم به الآن بينما كانت الوسائل العلامة تتوقع موجة حمراء هائلة هذا لم يتحقق وأعتقد أن هذا ربما يعود لهوسي بالتفاؤل ولكنني كنت مرتاحة من أن الخسارة مؤلمة بعض الديمقراطية لم يفوز الليلة الماضية وقد خسرنا بعض المقاعد في مجلس النواب وكان أفضل أداء بالنسبة للحكام منذ عام ٩٨٦ نعلم أيضا أن الناخبي تحدثوا بوضوح بشأن ما يقلقهم بشأن ارتفاع السعار وكذلك ضرورة خفض التدخم وكذلك الجريمة والأمن العام وقد وجهوا رسالة واضحة للبسة فيها هم يرغبون في صون لديمقراطيتنا وكذلك الحق في الاختيار في هذا البلاد وودا أن نشكر تحديدا الشباب في هذه الأمة حيث قيل لي لم أرى الأرقام بعد ولكن قيل لي أنهم سوتوا بأرقام تاريخية هم طبعا أكدوا على مسألة تغير المناخ وكذلك العنف الأسلحة والليلة الماضية سعيد بأن أتصل بماكسويل فروست هذا الشاب الرابع والعشرين الذي فاز ضد مرشح جمهوري وقلت له لأنني كنت ثاني أصغر نائب ينتخب في عام كان عمري 29 عام وأنا متأكد أنه سيكون له مشوار طويل وناجح ولكن الناخبين كانوا أيضا واضحين إذا أحباطهم وأنا أتفهم ذلك وطبعا هناك سنوات صعبة كانت بالنسبة للكثير عندما جئت إلى البيت لابدد ورثنا أزمة جاحد كورونا واقتصاد متردي وعملنا بسرعة لتلقيح الأمريكيين وتعزيز النمو والتركيز على استثمار على المادة البعيد في مجال البنية التحتية في الطرق والموانا وبدأنا العمل فقط والجديد بالاهتمام أن كل ذلك سوف يتضح أكثر في شهور يناير وفبراير ومارس من العام المقبل وأن متفاعل بشأن ذلك استثمارات تاريخية تسمع للشركات لاستثمار مئات المليارات من الدولارات معا لبناء مصانع أشباه الموصلات هنا في أمريكا وهذا سوف يخلق عشرة للف من الوظائف بالأجور الجيدة بالمناسبة عدد كبير من هذه الوظائف سيكون وظائف يحصل صاحبه على 126 ألف دولار سنويا وهذا يتطلب شهادة جامعية ونحن في وضع أفضل من كثير من البلدان المتقدمة رغم حرب بوتين في أوكرانيا ونحن أيضا نركز أيضا على أمور مثل أسعار الأدوية وكذلك الطاقة بعد عشرين شهر من العمل المضني فإن الجائحة لا تتحكم في حياتنا الآن سياساتنا الاقتصادية خلقت عشرة ملايين وظيفة جديدة منذ مجيء إلى السلطة العطالة أو البطالة أن خفتت من ثلاثة إلى ثلاثة فاستة بالمئة وهذه نسبة هي الأكثر نسبة من خفاض منذ 15 عاما وقد أنفقنا فاحد سبعة تريليون دولار ليس هناك إهدارة قد خفضت العجز بهذا المستوى وهذا أمر جيد رغم بينما حققنا التقدم معلم أنه يصعب رؤية ربما الوضع الراهن وهناك من يريد رؤية النتائج العمل الذي قمنا به لكنني أعتقد أننا نتأخذنا الخطوات الصحيحة للبلاد والشعب الأمريكي لو نظرنا إلى استطلاعات الرأي فإن غالبيت أن الواقع لا أتطلع على استطلاعات الرأي وأنتم ربما في هذه الحال أيضا ولكن غالبيت الشعب الأمريكي يدعمون العناصر برنامج الاقتصادي لبناء الجسور والطرق وخفض أسعار الأدوية والاستثمار التاريخي ومعالجة أزمة المناخ والدامان بأن الشركات الكبرى تدفع حصتها المنصفة من الضرائب أنا واثق بأن هذه السياسات تنجح وأننا في الطريق الصحيح وعلينا نتقيد بذلك كل هذه المبادرات تتجسد وتتطلب البناء المدارس وكذلك تعزيز المصانع الأمريكية وحتى الآن هناك 700 ألف وظيفة جديدة في قطاع التصنيع تم خلقها في الوقت أنه يمكن أن يكون عاصمة التصنيع في العالم والآن نحن نقوم بتصدير المنتجات وليس الوضعف المواطنون في أمريكا سيرون الآثار الإيجابية في حياتهم اليومية ولكن أتفاهم دائما لماذا أنهم يتعلمون في الوقت الرهن والكثير منهم يتعلم عملت في مشواري وسأعمل مع الجميع لتقديم ما يحتاجه الشعب الأمريكي ربما تفاجأ الكثيرون حيث قمنا بتوقيع 210 قانون بدعم الحزبين منذ مجال رئاسة قمت أيضا بتوقيع قانون الأسلحة بتعاون الحزبين دعوني أقول له بغض النظر عن ما ستكون عليه نتائج نهائية في هذه الانتخابات في ذل فرز بعض الأصوات أنا مستعد للعمل مع زملائي الجمهوريين والشعب الأمريكي أوضح بأعتقدي أنه يتوقع أن يعمل الجمهوريين معي أيضا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية أمل أن نعمل وفق مقاربة تتبنى الحزبين وتصدي لروسيا في أوكرانيا عندما سيجتمع مع قادة المجموعة العشرين في اندونيسيا سأدعو زملائي ونظرائي للقدوم إلى البيت الأبيض للعمل معا سأدعو أعضاء الحزب الجمهوري لمناقشة هذا الأمر المنفتح على الأفكار الجيدة أريد أن نكون واضحا لن ندعم أي مقترح جمهوري سوف يجعل تدخم في وضع أسوأ الناخب لا يريدون أن يدفعوا أسعار أدوية مرتفعة نحن قمنا بخفضها وأن لن أبتعد عن الاتزام التاريخية التي قدمتها بشأن تصدي لأزمة المناخ ولن أسمح بحدوث ذلك الناخبون لا يريدون خفض ضرائب للأثرية والشركات الكوبرة سوركزوا على خفض الأسعار لأسر العاملة وأسر الطابق الوسطى سأعملوا لبناء الاقتصاد من الوسط إلى أعلى سمعتوني أقول ذلك مرارا وتكرارا طبعا إذا كان هذا الطابق الوسطى جيد فهذا يسمح للأثرية بالاستفادة من ذلك سنواصل أيضا العمل لخفض العجز الفيدرالي عندما ننظر إلى خفض ضرائب يجب أن ننظر لما يحدث بالنسبة للطابق العاملة وطابق الوسطى وليس الأثرية قد تكون مليونير ولكن عليك تدفع نصيبك العادل هناك خمسة وخمسون شركة حققت خمسين مليار دولار في عام الفين ولم تدفع أي ضرائب ينبغي عليها أن تدفع الآن نسبة خمسة عشر بالمئة من الضرائب ولم تدفعون أكثر من ذلك سأتقيد بالتزاماتي ووعودي حيث أنه من يدفع أو من يحصل على أقل من أربعمائة ألف دولار سنوين لن يرى رفعا لضرائبه ولن أدعم أي مقترح قدمه السيناتور جونسون والسيناتور من فلوريدا لخفض أو إحداث تغيير جوهري في الضمان الاجتماعي وميديكير هذا ليس على الطاولة لن أقوم بذلك سوف استخدموا الفيتو ضد أي قانون بخصوص الإجهاد ولكن هناك كثير من القضايا التي ستعاون من خلالها مع الجمهورين دعوني أختم بما يلي في هذه الانتخابات أوضحة الشعب الأمريكي أنه لا يرغب أن يروع معارك سياسية كل يوم شاهدنا الكثير من ذلك حتى الآن وقد لدينا الكثير علينا القيام به مستقبل أمريكا واعد كثيرا حتى لا نكون في مواجهة معركة مستمرة وأنا متفاجد جدا بشأن أفاق أمريكا ينبغي أن نتطلع إلى المستقبل ولا ننظر إلى الماضي وهذا المستقبل هو مستقبل مشرق نحن الدولة الوحيدة التي تخرج من أي أزمة أقوى مما تكون عليه أثناء الأزمة وعني ذلك نحن نخرج أقوى مما ندخل إلى من الوضع الذي نكون فيه أثناء الأزمات وهذا طبعا بفضل أيضا شباب من سن الثامنية عشر إلى ثلاثين لقد أدلوا بأصواتهم وهذا الجيل ملتزم في تاريخ أمريكا وبعد حملة انتخابية طويل لا زال أؤمن أن هذه أم عظيمة أو شعب عظيم وليس هناك أي رهان أفضل من أن يراهن الإنسان على أمريكا ليس هناك ما يتجاوز قدراتنا إذا عملنا يدا بيدنا نحتاج أن نتذكر من نحن الولايات المتحدة الأمريكية ليس هناك ما يتجاوز قدراتنا وأنا مقتنع جدا أنه يمكن أن نجز الكثير لقد سلمت لي قائمة بعشرة أسماع عشرة أشخاص سوف أعطيهم الكلمة لترحي الأسئلة دعوني أبدأ بالأسماء الوردة على هذه القائمة زيك ميلر من وكالة الأسوشييتد برس شكرا السيد الرئيس كما أشرت لماذا لا نسائلكم كما تسائلون ولكن تفضل أنا أمزح معك قلت إن الأمريكين يشعرون بالإحباط الواقع 75% من المواطنين قالوا أن البلاد تذهب في الاتجاه الخاطئ ماذا ستفعلونه خلاف لما فعلتهم لتغيير رأي الأمريكيين انظر لما نقوم به كلما علموا المزيد عن ما نقوم به كلما دعمون فيما يتعلق بأسعار الأدوية هل هناك من يريد أن نرفع هذه الأسعار مرة أخرى هل هناك من يرغب في أن نتوقف عن ترفيذ مشاريع الطرق والجسور والإنترنت لكن المشكلة هي أن التشريعات التي قمنا بتبنيها من خلال دعم الحزبين طبعا هي تحتاج لبعض الوقت حتى يعترف بها الأمريكين لقد خصصنا حوالي ثلاث تريليونات للإستثمارات وكنت طبعا أتحدث عبر الهاتف لتحدث عن هاتف لتهنئة نائب في بنسلفانيا وقد طلب من إذا ممكن أن نحصل على قطار سريع من سكرانتون إلى مدينة نيويورك قلت له نعم يمكن أن يكون لكم ذلك طبعا هذا طبعا يسمح بإخراج الكثير من السيارات من الشوارع ولدينا الكثير من الأموال الجاهزة التي تم تصويت عليها وهذه تتجاوز كافة الأموال التي انفقت على قطار أمتراك والتحدث في الحملة الانتخابية بأننا سوف نحدد سعر الإنسولين إلى 35 دولار وسيتحقق ذلك العام المقبل إذا هنا أمور سوف تبدأ بالتحقق الأمر يحتاج للوقت إذن لن أغير شيئا الواقع أن ما يمكن أن أغيره وأوضيف له أننا تبنينا تشريعا خاص بالأسلحة بدعم الحزبين وهو الوحيد منذ 30 عام ولكن سأعمل على حظر الأسلحة الهجومية لن أغير هذا المسار سوف أوصل هذا الطريق وأنا أتفهم تماما الشواغل بشأن ما أقوله باعتباري خطا ولكن بطبيعة الحال سوف أؤكد على أمور مثل الخدمات التي يحتاجها الشعب الأمريكي والآن النقاشة تصبحت أكثر طبيعية ولائقة ثم قلت أنني سوف أبني البلاد من الطبق الوسطى إلى القمة ومن القاعدة إلى القمة وهذا ما سأعمله وثالثا أدرك أن الأمر صعب جدا وسفعل كل ما أستطيع لعادة توحيد البلاد طبعا من الصعوبة بما كان أن نكون الديمقراطية الأولى في العالم دون أن يكون لدينا وحدة فيما بينا لن وغير شيئا بطريقة جوهري السيد الرئيس زعمت روسيا اليوم أنها انسحبت من منطقة خرسون ومدينة خرسون هل تعتقد أن هذا هي نقطة تحول في هذا الصراع أو هل تعتقد أن أوكرانيا لديها الآن المجال لبدء المفاوضات مع روسيا أولا أنتظروا انتهاء الانتخابات لإصدار هذا الحكم كنت أعرف أن هذا سيحدث وهذا يظهر أن لدى روسيا مشكلات بذلك الجيش الروسي هذا أولا ثانيا سواء أفضل ذلك وهذا على الأقل سوف يؤدي إلى منح الوقت للجميع لعادة صياغة مواقفهم وينبغي أن ننتظر لرؤية فيما إذا كان ذلك حكما مرده فيما إذا كانت أوكرانيا سوف تنازل لروسيا سأشاركه في قمة مجموعة العشرين وقيل لي بأن رئيس بوتر لن يشارك في القمة عكس قادة أخرى ستتاح للفرصة للوقوف عما ستكون عليه الخطوات التالية نانسي من سي بيس تفضلي شكرا سيد الرئيس لدي بعض الأسئلة أولا كافر مكارثي الزعيم جمهوري قال الليلة الماضية من الواضح أننا سوف نستعيد السلطة في مجلس النواب هل تعتقنهم موحق؟ بناء على ما نعلمه اليوم فقد خسرنا مقاعد قليلة ولكن لا تزال لدينا إمكانية في الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب فعلى سبيل المثال في نظارة فزنة بالمقاعد الثلاثة وقد تحدثت مع أربع من بين هؤلاء الأشخاص هذا ما حصل إذن هذه حركة جارية ولكن أعتقد أن ستكون هناك نتائج قريبة جدا هل لك أن تصل علاقتك مع سيد مكاثي هل تتحدث أعتقد أنه زعيم جمهوري ولم تتحلي الكثير من الفرص للتحدث إليه طبعا يمكن أن أتحدث إليه في وقت لاحق اليوم عندما كنت نائبا لرئيس فقد كانت لديك أجندة لكنها طبعا لم تنجح بسبب سيطرة الجمهوريين على الكونغرس هل يمكن لك أن تمنع خدوط ذلك مرة ثانية هذه المرة نعم لأن النتائج سوف تكون متقاربة جدا الواقع أن توقعات هي ومرة أخرى أنا لا ننتقد هنا أي شخص قدم توقعات كانت تشير إلى حصول موجة مد حمراء ولكن ذلك لم يتحقق ودائما هناك عدد كافي في الفريق الثاني سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين لربما الطلب الدعم إذن ننتظر لنا ولكن أشك الواقع أن لا أنتظر جواب ولكن السؤال الافتراضي هو هل تعتقدين أن سيناتور جونسون سوف يخفض ميديكير والدعمان الاجتماعي لستدري من سيصوت لذلك الأمر يتوقف على المواقف المختلفة سؤال آخر لو سمعت سيد الرئيس أوضح الجمهوريين أنهم لو سيطروا على مجلس نواب أنهم سوف يطلقون سلسلة من التحقيقات في اليوم الأول فيما تعلق بالانسحاب من أفغانستان والحدود الجنوبية وتعيين بعض المسؤولين في الإدارة وكذلك التحقيق بشأنكم وبشأن رسالتكم للجمهوريين الذين يفكرون في تحقيق في شؤون أفرادكم لأسيما ابنكم هونتر أعتقد أن الرأي العام الأمريكي والمواطن الأمريكي ينجدون أن يمضوا قدما وسمعت أيضا أن هناك تقارير أشارت أن الجمهوريين قالوا أو رئيش السابق لأنه كم مرة سوف يتم مساءلة بايدن أعتقد أن الشعب الأمريكي سينظرون إلى كل ذلك على ما هو عليه إنها كوميديا ولكن لا يمكن أن نتحكم فيما سيقومون به ولكن سعمل لمصلحة الشعب الأمريكي فول مدني قناة سيانا أشوكم سيد لدي 37 سؤال سيد رئيس قلت الشعر الماضي أن غالبيت العالم ينظرون إلى هذه الانتخابات سواء كانوا الأشرار أو طيبون ستشاركون في قمة مجموعة العشرين مع قادة آخرين وفي الوقت الذي يفكر فيها سلفكم في الإعلان عن ترشحه ماذا ستقولون لهؤلاء القادة بالنسبة لمنصف الأمريكا أولا القادة يعلمون ما نفعل لأمريكا ونحن نعمل نحن في موقف فيها الاقتصاد حقق نسبة نموك كبيرة وننخلق وضعف عمل موقفنا قوي ليس هناك كثير من البلدان في هذا الوضع وأعيدكم بأن الاتصالات أجريتها مع قادة الدول أقول لهم انظروا إلى الولايات المتحدة وهم يطلبون ما يمكن أن يحصلوا عليه من أمريكا أعضاء الزملاء الأعضاء في النيتو مثل اليابان وكوريا الشمالية والأوروبي أعتقد أنهم ينظرون في كيفية التعاون فيما بيننا ما هو سؤالك الثاني أعفوا أول سؤال المتابعة في الواقع قلت أنك شعرت بأن هناك تحول فيما يتعلق بإظهار نوع من السلوك اللائق وتحدث عن مرحلة انتقالية من هذه المرحلة التي عشناها في سنوات الماضي هل تعتقد أن الانتخابات هي ما تمثل ذلك هل تعتقد أن الحم قد ترجع لا أعتقد أنه سوف يمكن أن نكسر الحم بالنسبة لحركة ماغا أو استعادة عظمة أمريكا أعتقد أن هناك أعداد كبير في الحزب الجمهوري نختلف معهم في الكثير من القضايا ولكن هم مواطنون محترمون لهم وجهات نظر مختلفة وأعمل مع الكثير من هؤلاء الزملاء عملت معهم في مجلس شيوق ومجلس نواب ليسان وطويل هم صادقون هم مختلفون فيما تعلق بأفكاري لكنهم أشخاص محترمون وأعتقد أن البقية الدول العالم وأنتم تغطون هذه الدول في العالم بقية دول العالم تنظر إلى واتلمة وأعتقد سأقول ذلك بطريقة أفضل وهي تكرار ما قلته من قبل فأول اجتماع لمجموعة السبعة والذي يشمل الديمقراطية السبعة الكبرى والتي شاركت فيها في فبراير بعد انتخابي بعد أداء اليمين في يناير جلست في طاولة مستديرة مع ستة قادة من دول أخرى من الاتحاد الأوروبي وكان دول أخرى وقلت أمريكا قد عادت ونظر إلي أحدهم وقال لي إلى متى كان سؤالا صادقا ونظرت له ثم قال أحدهم أيضا لن أسمي ماذا ستقول جو إذا ما ذهبنا لنوم الليلة واستيقظنا في اليوم التالي واكتشفنا أن ألف شخص قد هاجموا مبنى البرلمان البريطاني وقاموا بخلع الأبواب البرلمان وقتل الشرطيان وحاولوا أن يوقفوا التصديق على انتخاب الرئيس هم قال ماذا ترى سألت ما رأيكم هل تعتقد أن الوضع هو مثيل للقلاق وأن الديمقراطية هي حقيقة على المحك إذن هذه الطريقة التي من خلالها ينظر الآخرون إلينا يقولون إلى متى سيتوقف ذلك هذا لم يحدث منذ الحرب الأهلية لم يحدث شيء من هذا القبيل منذ الحرب الأهلية إذن ما اكتشفته هو أن هؤلاء يرغبون في معرفة في الولايات المتحدة في وضع مستقر هل نحن نفس الديمقراطية التي كنا دائما عليها لأنه بقية العالم ينظرون إلينا فإذا ما كان انسحبت الولايات المتحدة غدا من العالم الكثير من الأمور ستتغير كثير من الأمور سوف تتغير إذن هم يشعرون بقلق كبير منشغلون بشأن الولايات المتحدة على أن تظل الديمقراطية المنفتحة التي كانت عليها دائما لدينا قواعد ومؤسسات مهم وهذا هو السياق التي يتم النظر من خلالها إلى الولايات المتحدة هل سنقبل القرارات التي تتخذ من قبل المحاكم والكونغرس والحكومة وغيرها هل هل أو النقاش في مجموعة السبع كان له صيلة بسلفكم الذي يستعد لإعلان أن ترشحه لانتخابات المقبلة إذن هل 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 لك وسائل تسمح بدمان بأن الرئيس السابق لن يعود إلى السلطة علينا أن نظر أنه لن نستعد السلطة فإذا ما ترشح يجب أن نعمل على أن يكون هناك جهود مشروعة دستورية أن لا يصبح رئيس مرة أخرى ستيف من وكالة رويتر شكرا سيدي ما تفسيركم لنتائج الليلة الماضية وهل الآن سوف ترشحون نفسكم وما هي الأجال الزمنية لإعلان ترشح أول جيل هي زوجتي ويعتقد تحظى بشعبي أكبر مني في الحزب الديموقراطي إن نيته أن أترشح مرة أخر وبغد النظر عن نتائج هذه الانتخابات الواقع أن فزنا أنا لم أترشح حقيقة أن الحزب الديموقراطي قد كان له أداء أفضل مما كان متوقع وكان دوء الأفضل منذ رئاسة جون كيديدي فهذا يعطي أو يجعل جميع يتنفسون الصعادة أي أن الجمهوريون من حركة ميغا لن يسيطر على الكونغرس وأمور من هذا القبيل إذن الحكم الذي اصدره بشأن ترشحي وإذا ما أعلنت هذا الترشح ولكن أنا أحترم كثيرا مسألة المصير وهذا قرار تتخذه الأسرة سنجري نقاشا بهذا الشأن في الأسرة وأنا لست في عجلة من أمري لإصدار حكم هذا القبيل اليوم وغدا بصرف النظر أما يقوم به سلفي هل سيتم ذلك العام المقبل أمل أن يكون لدي بعض الوقت أن يكون لدي أسبوع في نهاية السنة ربما سوف اتخذ القرار العام المقبل والخطة هي ربما سأقوم به أقوم بذلك لاحقا كارن من إذاعة ABC شكرا السيد الرئيس تم نقل المواطن الأمريكية النزونا في روسيا إلى سجن لتمضية حكم التسع سنوات الصادر عليه هل سوف تتواصلون مع روسيا لدامان إفراج عنه هل يمكن تبحث مسألة تبادل السجنة مع روسيا لقد أمضيت وقتا كافيا مع الأسرة بشأن ما يجري لهذه المواطن الأمريكية ولكن أعتقد بعد إجراء الانتخابات سيرغب الرئيس بوتين في مناقشة مسألة تبادل السجنة هذا ما أنوي القيام به وأزمة العمل على إعاداتها إلى الوطن وقد أجرينا محادثات ويحدوني الأمل أنه بعد انتهاء الانتخابات أنه ثمت الرغبة في مناقشة الأمر معنا هل لي أنضيف سؤال هناك هناك من أشار إلى وجود طرق بدائلة للإفراج على المواطن أستطيع أن أجيب على هذا السؤال ولكن لن أفصح عن هذه التفاصيل ولكن أنا أقول لك أنا مصمم على عيداتها الوطن وبسلام إلى جانب آخرين 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 أعتذر لك السيد الرئيس لدي سؤالان بشأن عدة قضايا أولا سؤال تعلق بالمحكمة العليا كما تعلم المحكمة العليا تنظر في مسألة دخول إلى الجامعات ما هي خطتكم في حال رفض المحكمة العليا لهذا الإجراء هناك محلل قالون يقولون أن هناك تدعيات دراماتيكية لهذا الإجراء تابعنا مشاهدين هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يبدو أنه كان مخصصا للتعليق على نتائج الانتخابات أو ما يشبه ربما بالإقرار بالهزيمة بين قوسين الرئيس بايدن أشار إلى أنه على الرغم من تقدم الحزب الجمهوري ولكن لم يكن كما كان متوقعا أن هناك مد أحمر سيكون في هذه الجولة وحاول الرجل كذلك أن يقدم بعض الدفوعات حول سياسته الاقتصادية التي تشير قراءة الرأي العام الأمريكي إلى أنها ربما كانت سببا في خسارة الديمقراطيين خاصة زيادة أسعار الوقود وغيرها قدم الرجل ربما خطته التي قدمها حول مكافحة كورونا وكذلك تخفيط التضخم نعود الآن إلى موضوعات هاتين الساعتين فأزمة جديدة سودانيا تلح هذه المرة في شرق السودان داخل المجلس الأعلى لنظارات البجا فبعد إصدار المجلس الأعلى للنظارات بقيادة إبراهيم أدروب بيانا أعلن فيه تكوين الهيئة السيادية لتقرير مصير البجا أعلن رئيس الجناح الآخر من المجلس محمد الأمين تيريك في تصريح للحدث رفضه للبيان مشددا على أنه لا يمثلهم وسيصدرون بيانا يضحون فيه موقفهم وبهذا فقد بات انقسام مجلس نظارات البجا واضحا بين مجموعتين الأولى برئاسة إبراهيم أدروب والأخرى برئاسة محمد الأمين تيريك إلا أن المجموعتين تتفقان في رضهما لمسار الشرق الموقع في اتفاق جبال السلام وكانت المجموعة المناوئة لرئيس المجلس العلى لنظارات البجا التي تعرف محليا بمجموعة بورت سودان قد أصدرت بيانا رفضت فيه مسار الشرق الموقع في اتفاقية جبال قال البيان إن الأساس الذي يسير عليه المجلس وحق الشعب المنصوص عليه في قرارات مؤتمر السنكات للبيجا عام 2020 البيان اتهم الحكومة المركزية بمحاولة شق الصف والاستعانة بعملاء من الداخل البيان كذلك أكد رفضه لمحاولات انصيع المجلس لأي جهة مركزية أو محلية وجددت الأمانة السياسية مطالبها بالغاء مسار الشرق الذي وصفته بالأجنبي معلنة أن المجلس ليس عضوا في مبادرة نداء أهل السودان ولا في تحالف الحرية والتغيير التوافق الوطني المجلس لعلى للبيجا جدد التأكيد على أنه ليس جزءا من التحالفات المذكورة لن يقبل نتائج أي تسوية تجرى الآن ما لم تتضمن قرارات مؤتمر سنكات 2020 الأمانة السياسية أكدت على تكوين الهيئة السيادية لتقرير مصير البيجا برئاسة الأمين السياسي الأمانة أكدت كذلك أن مجلس البيجا هو السلطة السيادية المعترف بها مشيرة إلى عدم الاعتراف بحكومة الخرطون ولا بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى قبل التوصل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان وأكد البيان حق سلطة الإقليم المؤقتة في إقامة مؤسسات حكم ذاته وبناء قوات عسكرية نظامية ترجمة نانسي قنقر وفي سياق المتصل أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا في شرق السودان بقيادة إبراهيم أدروب للحدث أن المجلس سينتهي من تشكيل وتفعيل اللجان في الخامس عشر من الشهر الجاري أضف المجلس أن لجنة التصعيد الثوري ستعيد تفعيل إغلاق الموانئ والطرق وخطوط النفط في مدينة بورسودان مجلس نظارات البيجا بقيادة إبراهيم أدروب شكل نواة لتأسيس قوة عسكرية مهمتها حماية الأقليم والقرارات التي ستتخذها بحسب تصريحاته للحدث بشرا إلى أن المجلس سيتحول إلى سلطة إقليمية تنفيذية وتشريعية لنقاش هذه التطورات من الخرطوم ينضم إليه الأستاذ أحمد موسى عمر المستشار القانوني للمجلس الأعلى للنظارات البيجا مرحبا بك أستاذ أحمد أين موقعكم أنتم الآن كمجلس أعلى للنظارات البيجا هل صار بإمكاننا أن نتحدث عن جناحين جناح تيريك وجناح أدروب مرحبا سعد الدين مرحبا مشاهدي غنات العربي الحدث أول حاجة ليس هناك جناحان هناك جناح واحد هو المجلس الأعلى للنظارات البيجا والعموديات المستغلة برئاسة السيد الناظر محمد الأمين تيريك وهي رئاسة شرعية تمت في مؤتمر سنكال وتمت تجديدها ومن ثم هو الآن رئيس للمجلس العالم ورئيس للتنسيقية العلي لكيانات شرق السودان التي تضم كل الكيانات الإقليمية في الإقليم الشرقي نعم هناك مجموعة حدثت خلاف بينها وبين المجلس في كيفية إدارة الملف السياسي والمطلبي في شرق السودان واختارت أن تقوم بحيكلة نفسها بذات الإسم ربما وهي الآن تعمل بذات إسم المجلس العالم ونظارات البيئة والمجلس المستقبل لهم قيادات من شرق السودان لهم مكانتهم السياسية ولهم مكانتهم الاجتماعية ولهم كل الأحضار نعم أستاذ أحمد حتى نفهم وكذلك المشاهد حينما تتحدث عن شرعية كيف يمكن أن يحسم جدل الشرعية هذا أي جسم هو شرعي مجموعة إبراهيم أدروب أيضا تتحدث أنها شرعية منذ أيام العقادة للجلسات الأخيرة وكان قد سبق أيضا قام سيد تيريك بتجميد ربما رئاسته لهذا الكيان صحيح؟ الذي يمنح الشرعية هو المؤتمر العام المؤتمر العام الذي انحقت في سينكات والذي يعتبر مرجعية للمجلسة العامة ونظارات البيجا هو الذي اختار السيد الناظر محمد الأمين تيريك رئيسا للمجلسة الأعلى لنظارات البيجا العموديات المستقلة هذه الشرعية المستمدة من المجلسة الأعلى من مؤتمر سينكات هي لم يتم تعديلها أو تغييرها حتى الآن بواسطة مؤتمر لاحق بل المؤتمر اللاحق الذي تم في أركويد أيضا أكد على رئاسة السيد الناظر للمجلسة العامة لنظارات البيجا والتنسيق العامة للشرق السودان هذه فيما يختص بالشرعية ولكن هذه شرعية المجلسة العامة لنظارات البيجا أما شرعية الدفاع عن قدية شرق السودان فهي شرعية مبذولة الكافة كل من له قدرة على أن يقوم بالدفاع عن هذه الغذية فمرحبا بها أن يقوم بها نعم لكن مجرد الانقسام والانشقاق ألا يضعف هذه الشرعية الشرعية المطالبة التي تحدست عنها أنت أن يؤثر ذلك ما حجم المجموعة الأخرى ليس هناك انقسام بالمعنى الحرفي لانقسام ولكن هناك مجموعة لها رأي محترم في رأي مخالف لطريقة إدارة الملف وهي اختارت أن تعمل مع بعضها البعض هذا قرار محترم وليس هناك أي احترال عليه لكن إن أرادت الدولة أو الحكومة أن تتعاطى مع المطالب مع أي جهة تتعامل أستاذ أحمد يعني ألا يؤثر ذلك ألا يضعاف المطالب نفسها الحكومة لا لا الحكومة الآن تتعامل يا سعد مع المجلس الأعلى نظارات البلية بقيادة السيد الناظر وهو للعلم هو السيد الناظر هو جزء من نداء أهل السودان والمجلس الأعلى نظارات البلية وتنسقية العليا كانت شرق السودان هي جزء من الحرية والتغيير الكتلة الدمغراطية التي تشكلت حديثا وكانت من قبل هي جزء من كتلة التوافع الوطني صحيح وقامت بحراك سياسي كبير في هذه الغضية وأضافت عدد من المطالب الرئيسية لمؤتمر سينكات فيما يتعلق بتعليق مسار الشرق فيما يتعلق بإقامة منبر جامع لشرق السودان فيما يتعلق باحتماد التنسيقية العليا والتنسيقية العليا ومجلس العنظرات البيجا كممثل لشرق السودان فيما يتعلق باحتماد اللجنة التي كلفها السيد الرئيس عبدالفتاح البرهان بحلق قضية شرق السودان هذا مفهوم إن سمحت لي أستاذ أحمد الوقت قصير وحاول أن أقفز معك هنا وقوم البيانة الذي صدر هذه المجموعة لم تعد كما وصفتها أنت مجرد مجموعة مع احترامك لخلافهم ولكن الآن تصدر بيانات وستعمل على التصعيد وستفرض الأمر الواقع بإعلان سلطة إقليمية في ظل السلطة القائمة قبل حتى تقرير المصير ما رأيكم ربما في محتوى البيانة الأخيرة على الرغم أنكم قلتم أنهم لا يمثلكم هذا البيان ولكن محتواه هل يمثلكم هل ترى أنه تصعيد تطرف ربما في سقف التصعيد طيب ما هو مفهوم من سياغ البيان مع كسرة الغضاء التي تناولها البيان ولكن البيان يقرأ من زاوة الاقتراض على التسوية السياسية السنائية التي تتم في الخرطوم الآن التي تستسني أو تبعد قضاء شرق السودان ومكونة شرق السودان من هذه التسوية السياسية وجعل البيان واضحا فأنه يرفض هذه التسوية السياسية وهذا موقف ربما يكون هو موقف كثير من القوى الوطنية الآن في السودان الموقف الرسمي للمجلس العالم لزارة البيان بغيادة السيد الناظر محمد اللامين ترك هو إمهال الحكومة المركزية لأربعة شهر بدأت في أغسطس تنتهي في ديسمبر ومن ومن قللوها المجلس قللوها إلى شهرين مجموعة إبراهيم أدرو نعم قللوها إلى شهرين والمجلس الآن الآن قام بحراك سياسي كبير أدخل بموجب هذا الحراك بنت في الوسيقى الدستورية المخترحة كمخترحات تعديل الوسيقى الدستورية في مهام الفترة الانتغالية أدخل بنت يلزم الحكومة التلفترة الانتغالية القادمة بممبر تفاوض جامع لكل مكونات الشرق السودان بجمع لأي مكونات وتشمل كل الغضايا خلال شهر من أداء رئيس الوزراء للقسم هذا اختراق كبير غام به المجلس الأعلى من خلال حراك سياسي كبير ضمن الكتلة الدموغراطية للحرية والتغيير وهذا هذا البنت سنعمل على أن يكون ضمن الوسيقى الدستورية القادمة بإذن الله هذه نقلة جيدة لشرق السودان المسألة تغرير المصير يا سعد هي ليست من المسائل البسيطة ليست من المسائل التي يمكن أن تتخص كغرار داخل هنا أود أن أسألك بشكل سريع لأن هذه النقطة اللافتة تغرير المصير ربما أمر مطروح وليس بالجديد ولكن فرض الأمر الواقع إعلان أن الإقليم خاضع لسلطة هذه المجموعة حتى في ظل السلطة الحالية كيف تنظر إليه باختصار نعم هذا ما أريد أن أقوله أن ماذا تغرير المصير والقرارات التي تتخذ دون أن يستفتح حتى أهل الإقليم في هكذا قرار أن يكون مقبولا تغرير المصير أن يكون الشرق السودان جزء من الدولة السودانية أن لا يكون جزء من الدولة السودانية هذا ممكن هذا موجود في القانون الدولي ولكن الاتخاذ هكذا غرارات بشكل متعجل لا يكون لا تكون غرارات صحيحة وتدخل البلاد في حالة من الأزمات السياسية والتعقيدات الدستورية والتعقيدات حتى القانونية التي يمكن أن تضع الجميع في مواجهات الدولة الآن ليست في مساحة أمنية ومساحة سياسية مهيئة لمثل هذه الصراعات نحن الآن ضمن الكتلة الدموغراطية والقوى الوطنية الأخرى نعمل جميعا على حل القضية السياسية الكلية ومن ثم داخل هذه القضية السياسية الكلية نعمل على حل قضية الشرق السودان بالضغط على القوى السياسية باستنهاض الهمم السياسية والوطنية لأن تكون قضية الشرق السودان جزء من التسوية السياسية الوطنية الكلية من الخرطوم الأستاذ أحمد موسى عمر المستشار القانوني للمجلس العلالة النظارات البجاة أشكر لك حضورك وكل هذه الإفادات أبقى في الخرطوم ومنها ينضم إلي رئيس تحرير صحيفة الجريدة الأستاذ أشرف عبد العزيز أبدأ من قضية الشرق على الرغم من أن هناك ملفات أخرى نود أن نناقشها معك لماذا دائما شرق السودان وهل هذا التحرك له أبعاد سياسية أخرى غير قضية الشرق التي لا تعد جديدة وليست وليدة ربما هذه الفترة الانتقالية هي قضية متراكمة تطفو وتخبو هي ليست له أبعاد سياسية أخرى وهذا الأمر أو هذه القضية وهذا التصعيد الجديد في هذه القضية يعود للانغسامات داخل مجلة نظارات البجاة واضح أن هلالك فيها أخرى حاولت أن تزايد على المطالب على أن تكسب بذلك فرصة أكبر بأن يكون لها دور خاصة وأن هناك حديث أن هناك تسوية ماء بين الأطراف المتصارعة في السودان الآن غدنت والآن حان غطافها وهي وشيكة ربما أردت أن تقول نحن موجودون ونحن أهل الشرق ونحن ومسل الكتلة لا يستهام بها وبالتالي سنتظر مثل هذه القرارات حتى يلتفت لنا الجميع ويقتنعون أننا جزء مهم وأساسي في قضية الشرق ما مدى حجم هذه المجموعة مجموعة إبراهيم أدروب وما مدى قدرتها على التأثير في الجسم الكل المطالب بالقضية وهل هذا كما كنت أسأل أستاذ أحمد قبل قليل سيضعف القضية في شكلها العام وفي طرحية أن يكون لها أكثر من صوت ربما طريقة الخطاب الملتهب هي التي ستلفت النظر إليها لكن من واقع التنظيم والترتيب والكم والقالبية واضح أن النظر تلك هو الأعلى صوتا وهو الأكثر تنظيما وترتيبا ووجودا على الأرض في الميدان فيما يتعلق بالقواعد هل لهذه المجموعة قدرة أن تنفذ ربما هذا التلويح بالتهديد وأن تفرض صرطة الأمر الواقع لم يتم الاستجابة لمطالبها أي أن تقوم بإدارة الإقليم في ظل السلطة الحالية لا تعدوا مثل هذه الأشياء غير أنها مناورة لأن من يريد أن يتعامل بهذه الطريقة بالتأكيد لا يجهر بمثل ذلك في بيانات بشكل واضح ويقول أنه سيفعل كل هذه الأشياء وسيتمرد على الدولة وهذا علنا ولكن طبعا كانت هناك أيضا تجارب سابقة على الحكومة أن تتعز وأن تكون يقزة لأن مثل هذه الأشياء في الغالب في السودان يتم عدم التعامل معها بجدية ولكنها في نهاية الأمر يمكن أن تصبح واقعا ويمكن أن يكون الواقع نفسه مريرا على كل الشعب السوداني يجب على الحكومة أن تتخذ ذلك مخصة جدا وأن تتعامل معه بجدية واضحة فيما يتعلق بإيجاد حلول عاجلة وناجعة وسريحة لهذه الأزمة نعم أعود ربما إلى المشهد السياسي في العاصمة الخرطوم والتي ترشح فيها لنباء بين الفين والأخرى عن دنو اقتراب تسوية اتفاق مع استصحاب رفض مبادرة نداء أهل السودان لوثيقة تسييرية المحامين هذا الرفض إلى أي مدى هو مؤثر وهذه المجموعة التي هذه المبادرة التي ظهرت حديثا لها جعل يجعل رفضها هذا مؤثرا على ما سيفضي إليه المشهد السياسي واضح جدا أن هناك توازن فيما تعلق بالقوى في الخرطوم خاصة وأن كان قبل أشهر أو قبل شهر كانت مبادرة نداء أهل السودانية الفاعلة وكان لجميع يرى أنها هي التي يمكن أن تصل إلى غاياتها بتشكيل حكومة خاصة وأنها فوضت العسكر لتشكيل الحكومة وعطت الفرسان صلاحيات واسعة في أي حكومة يشكلها ولكن واضح من خلال التجاوب مع هذه المبادرة ومحاصرتها بالرفض من غبل جماهير الشعب السوداني بات العسكريون هن أميل إلى التسوية السياسية مع قوة الحرية والتغيير المجلس المركزي وبغية القوة التي لديها علاقة بالثورة والقوة الجديدة التي دخلت التي وقعت على الإعلان الدستوري من هنا طبعا بالتأكيد كانت هنالك مقاومة قوية وكان هنالك من أعتبر أن ذلك انقلابا من غبل البرهان على مواليه من الإسلامين خاصة وأنه في الآمنة الأخيرة كانت العلاقة بينهم سمنا على عسل وجميعهم عادوا إلى السلطة مرة أخرى وعيدت إليهم أموالهم التي كانت قد صادرتها لجلة إزالة التمكين وما إلى ذلك ولكن هذا الانقلاب الأخير خاصة بعد خطاب البرهان في منطقة حطاب العسكرية جعله هناك نوعا من التوتر الكبير فيما يتعلق بمسار هذه العلاقة وبين من مصدق ومكذب من غبل الشعب السوداني بأن هذه الخطوات بالفعل سيقوم بها الفرهان في إطار علاقته مع الإسلاميين وأنها بالفعل شهدت توترا ملحوظا والبعض الآخر يرى أنها ربما تكون مسرحية جديدة بإطار إيجاد فرصة جديدة للتعامل والخاصة وأن الرجل قال أنه مضغوطا لقيادات من تيار الإسلام العريض وهذا ما جعله هناك تشكيك في خطاب البنان حتى ولكن على كل الآن واضح جدا أن الأمور تسير في اتجاه التسوية بالرغم من أن كثير من القوى السياسية التي تتعفاوض مع العسكريين تقول أنه حتى الآن لم تتم تسوية بشكل حقيقي ولكن بالأمس القريب كان الرئيس حزب الأمة قد أدل بتصريحات واضحة وقال أن رئيس الميليس السيادي ونائبه وافقا على كثير من النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري أو الوثيقة الدستورية التي عدتها تسييرية نغابة المحامين وهذا ما يؤكد أن هذا الحزب الكبير عندما أكد ذلك هذا يؤكد ويشير إلى أن التسوية غدنت وأن ما تبقى هو مجرد خرج نعم من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة الجريدة الأستاذ أشرف عبد العزيز شكرا على كل هذه المعلومات والإفادات إلى تونس حيث أظهرت بيانات للبنك المركزي تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات تعادل مئة يوم من الواردات وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات وكشف تقرير إعلامي أن تونس تتجه نحو رفع الدعم نهائيا على المحروقات في العام المقبل للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة مليار وتسعمائة مليون دولار لمجابهة أزمة المالية الخانقة قالت صحيفة المغرب إن أسعار المحروقات سترتفع بنسبة أربعين بالمئة خلال أربعة عشر شهر ما سيؤثر بقوة على كلفة البضائع والخدمات ويتسبب في ضغوط تضخمية إضافية ورجح مصدر تونسي إقدام الحكومة على زيادتين متتاليتين في أسعار المحروقات قبل نهاية العام الحالي على أن يكون الترفيع في هذه المادة شهريا طيلة عام الفين وثلاثة وعشرين إلى جانب بداية الرفع التدريجي عن المواد الأساسية يذكر أن تونس أقرت أربع زيادات في أسعار المحروقات هذا العام فيما أكدت وزيرة المالية أنه سيتم رفع الدعم على هذه المادة بصفة نهائية بحلول سنة الفين وستة وعشرين مشددة على أن الحكومة ملتزمة بإعادة منصة خاصة بتوجيه الدعم المتعلق بالمواد الاستهلاكية نهاية هذه السنة وكان الاتحاد التونسي للشغل قد حذر من التدعيات الاجتماعية لتنفيذ الحكومة إصلاحات وصفتها بالموجع بطلب من صندوق النقد الدولي مؤكدا أنه سيتصدى لرفع الدعم عن المواد الأساسية إلى جانب خصخصة المؤسسات الحكومية وتونسيا أيضا أفادت المحكمة الإدارية أن الأحكام الابتدائية تصادرة عن دوائرها المتعلقة بالطعون في قبول الترشيحات للانتخابات التشريعية المقبلة بلغت تسعة وثلاثين حكما من بينها ثلاثة أحكام بإلغاء قرار هيئة الانتخابات القاضي بعدم الترشح إضافة إلى ستة وثلاثين حكما بالرفض شكلا أو أصلا ومن المنتظر أن تعلن المحكمة الإدارية غدني الخميس عن الأحكام المتعلقة ببقية الطعون كانت المحكمة قد تلقت ستين طعنا حول نزاعات الترشح لعضوية البرلمان المرتقب بعد أن وصل عدده قبول الترشح إلى ألف وثمانية وخمسين طلبها لمزيد من التفاصيل معنا من تونس الصحفية الزميلة نسرين حامداوي مرحبا بك نسرين هل يمكن أن نتعرف عن الطعون التي قبلت وتلك التي رفضت ما هي العنوين البارزة وهل وجدت الرضا إن كان عند الشارع أو عند الجهات التي قامت بالطعن أصلا نعم مساء الخير في البداية المحكمة الإدارية أعلنت اليوم عن صدور أحكام في علقة بتسعة وثلاثين طعن من أصل اثنين وخمسين طعن كانت تقدمت في أدوائر المحكمة الإدارية سواء مركزيا أو جهوين هناك طعن في ولاية القسرين كان يتعلق بأحد المترشحين الذي لم تثبت هيئة الانتخابات حقيقة أنه أن سجله المدني أو العدلي في تونس به أي شائبة باعتبار أنه ليس خالي من السوابق العدلية هذا المترشح تقدم بطعم للمحكمة الإدارية لكن هيئة الانتخابات لم تقدم ما ينفي سبب الحقيقي وراء إلغاء ترشح في المقابل في ولاية المنستير كان هناك أحد رؤساء الأندية الرياضية تقدم بترشح لكن هيئة الانتخابات رفضت هذا الترشح المحكمة الإدارية اليوم غررت رفض قرار هيئة الانتخابات باعتبار أنه مرشح عن دائرة أخرى ليست تلك التي كان فيها رئيسا لأحد الأندية الرياضية أجمالا الشارع التونسي لم يتداول هذه الأخبار باعتبار أن هذه المرحلة الابتدائية وأيضا في انتظار صدور غدا دفعة ثانية من الأحكام عن المحكمة الإدارية مركزيا وجهويا وأيضا والطور الاستئنافي الذي سينطلق في المرحلة القادمة القائمة النهائية للمترشحين يجب أن تكون جاهزة قبل يوم 22 نوفمبر الجاري باعتبار أن الحملة الانتخابية تنطلق بتاريخ 23 نوفمبر بالخارج ويوم 24 نوفمبر عفوا بالداخل التونسي قبل الانتلاق في عملية ولكن بلا شك أن الشارع منشغل بما سيصيبه في مقتل معاشي وهي المؤشرات لأن الحكومة حكومة نجلابودين ستعتمد ربما وصفة صندوق النقد الدولي وتبدأ فعليا برفع الدعم عن الوقود ولو بشكل تدريجي كيف يتعاطى الشارع التونسي معها كذا أكبر بالفعل بالفعل الشارع التونسي كل ما يشغله الآن هو فقدان بعض المواد الأساسية على غير الحليب في وقت سابق كانت تفقدت هناك عديد المواد كالسكر والشاي والقهوة والأرز الآن الشارع التونسي يتناول فيما بينه أخبار إمكانية رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية تدريجين وأيضا الأخبار المتداولة في علاقة برفع أسعار المحروقات وما قد ينجر عنه من الرفع في أسعار الخدمات والنقل وكل ما يمس مباشرة جيب التونسي كما يقال هنا وباعتبار أن هذه الشغل الشاغل لتونسي في الوقت الحالي فإن العملية الانتخابية لا تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام هنا على مستوى الشارع وبقي النقاش بين ظفرين نخبويا بعيدا قليلا عن انتظارات الشارع التونسي الذي ما زال ينتظر انجازات تحقيقها حكومة نجلاء بودن وأيضا في علاقة بالمساعدة على المعيشة اليومية للتونسيين في علاقة بالوضع الصحي والتربوي وكل المشاغل الاجتماعية نعم الصحفية الزميلة نسرين حمداوي من تونس أشكرك على كل هذه المعلومات والإفادات نبقى تونسيا حيث قال المستشار السياسي لرئيس النهضة رياض الشعيبي إن المؤتمر الحادي عشر لحركة الذي كان مقررا في عام عشرين عشرين سيكون في يونيون من العام الفين وثلاثة وعشرين مؤكدا أن راشد الغنوشي لن يترشح مجددا لرئاسة حركة النهضة وكان الغنوشي قد أجل مرارا إن اعقد مؤتمر النهضة على خلفية رفض عدد كبير من قيادي الحركة لترشحه لولاية ثالثة على رأسها من هم يتمسكون باحترام النظام الأساسي للحزب الذي ينص على عدم الترشح لأكثر من دورتين من العاصمة التونسية ينضم إلي المحلل السياسي الأستاذ باسل ترجمان إذن أستاذ باسل بات من المؤكد أن الجراحة الموجعة والمرة هي الخيار المتبقي لحكومة نجلاء بودن وهي اعتماد وصفة صندوق النقد الدولي وإن كان على فترات بداية برفع الدعم عن الوقود وما سيترتب عليه من زيادات بالتأكيد في كل الأسعار بإضافة كلفة النقل هل تحتمل تونس ذلك مساء الخير بالتأكيد أنها ستكون مرحلة صعبة ولكن لا مجالة للهروب يعني السيد محافظ البنك المركزي قالها أن هذه القرارات الصعبة تم تأجيلها والتحايل على صندوق النقد الدولي والكذب عليها على انتداد 11 سنة كانت تأخذ الأموال من الصندوق ولا يتم الالتزام بما يتم التعهد به من كل الحكومات التي تعاقبت منذ سقوط نظام بن علي وبالتالي يوم هنا لك تحدي لابد من الخروج منها سبقتنا دول دول عربية في هذا المجال على سبيل الذكر المغرب الأردن مصر قامت باتخاذ هذه الخطوة الصعبة ولكن النتائج على الأرض كانت إيجابية جدا في النهاية لابد من أن يكون هناك صندوق دعم موجه للفقراء وليس صندوق دعم معمم يستفيد منه الجميع الأغنياء قبل الفقراء وهم الذين يكسبون من عشرات أضعاف ما يصل للفقراء من احتياجه سريعا قبل أن أسأل حتى عن انخفاض أيضا مخزون العملات الأجنبية في خزينة البنك المركز هو مدى تأثيره على المواطن الذي ربما بات يستقبل الكثير من السلع من الخارج مما يعني أنه يحتاج إلى العملة الصعبة وبالتالي والانتخابات قريبة إلى أي مدى يمكن أن يستغل ذلك من النهضة ربما وحلفائها يعني أولا انخفاض مخزون العملة هي مازال إلى يوم 102 يوم ونعرف أن الانخفاض الذي يمكن أن يسبب أن يكون مؤشرا خطيرا هي عندما تنخف إلى أقل من 90 يوم أقل من 3 أشهر وبالتالي هو انخفاض ليس خطيرا وليس مقلقا لأنها جرت العادة أن يتراوح أكثر من 100 يوم بصولها إلى 125 يوم هذه المعدلات لمعدلات احتياجات الدولة للاستيراد بخصوص أن تستغل النهضة أو غير النهضة النهضة اليوم خارج اهتمام الشارع التونسي عندما يتحدثون لا يسمعهم أحد ولا ينتبه لهم أحد في قطيعة سياسية وشعبية كاملة وهم يعلمون ذلك جيدا وبالتالي لم يعد لهم هذا الأثر أو لم يعد لكن أستاذ باسد يمكن أن تحرك الاحتجاجات تحت هذه اللافتة لافتة الضايق المعيشية دون أن تظهر وأن تتعلم هذه الأساليب المعروفة ليس بضرورة أن تظهر في الواجهة نعم نعم قبل فترة بسيطة كان هناك عدد من الاحتجاجات الشعبية في بعض الأحياء عندما أرادت الأحزاب وخاصة سواء النهضة أو غيرها التلاحم مع هذه الجماعات أو الركوب على ظهرها توقفت هذه الاحتجاجات لأن الشارع التونسي يعلم تماما أن هؤلاء هم جزء من الأزمة ولن يكونوا في أي حال من الأحوال جزءا من الحل وبالتالي عندما يحاولون أن يكونوا في إطار دعم هذه الاحتجاجات أو الركوب عليها لأن ليس لهم فهم بالتالي يسيئون لها والشارع أصبح يعني حساسا جدا ومتنبه ويقظ لهذه الممارسات التي أصبحت مكشوفة للجميع بمحاولة ركوب هذه الأطراف على احتياجات الشارع وغضبه من ارتفاع الأسعى وماذا عن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي حذر مرارا وتكرارا من اعتماد وصفة صندوق النقد وأن نرديه العديد من الإجراءات هل عدنا إلى مربع المواجهة لن يكون هناك أي مواجهة بين الاتحاد والحكومة بل ستكون هناك عبارة عن تناغم من أجل أن يكون هناك خروج من هذه الأزمة الاتحاد يتسرط من منطق المسؤولية وهو يعي تماما أن هناك إجراءات لا بد من إقرارها من أجل الخروج من الأزمة الأقصادية التي تعيشها تونس الاتحاد معني بالدفاع عن منظوريه معني بالحفاظ على المقدرة الشرائية للعمال والفلاحين والفقراء في تونس والموظفين ولكن ليس لكنه غير موافق على وصفة النقد الدولي أستاذ باسل ويقول أن لديه بديل خطة ما سماه بخطة الإنتاج وزيادة ربما التباين في مسألة الضرائب وغيرها باعتقادي أن جملة من القضايا التي صرحت بها السيدة وزيرة المالية حول فرض ضرائب على الثروات في تونس وعدد من المتغيرات التي تكون أساسية في التعاطي الحكومي مع قضايا كانت تشكل ممنوعات في تونس في الفرحة الماضية سيكون بوابة للتفاهمات الكبرى في تونس سيكون هناك تحميل مسؤولية للأغنياء على حساب الفقراء وليس أن يدفع الفقراء فواتير هذه الإجراءات بزيد فقرهم وتجويعهم بل على العكس تكون هناك توازن سيتحمل الفقراء وستحمل الأغنياء الجزء الأكبر من هذه الفاتورة التي لا بد من دفعها في المرحلة القادمة سنعود إلى مسألة الإضرابات من قبل الاتحاد العام للشغل لأنه كان قد لوح بأنه إذا تمت الاستجابة لوصفة صندوق النقد الدولي سيعمد على المقاومة ذلك ومن ضمن الأساليب سلوب الإضرابات يعني الاتحاد جرب الإضرابات ووصلته رسالة من خواعده عندما أعلن الإضراب العام 16 يونيو الماضي بتصوري أن الاتحاد يتصرف اليوم من منطق الشراكة والحكمة والمسؤولية في محاولة إخراج تونس من الأزمة التي تردت فيها بالعشر سنوات الماضية الاتحاد ليس طرفا في خلق أزمة يعني يدفع ثمنها الفقراء والمعدمين شاهدنا يوم 16 يونيو كيف أن الإضراب لم يحقق نتائجه فشاهدنا كيف فاهمت قيادة الاتحاد رسالة قواعدها بأنه ليس اليوم من لأحد مصلحة في تعطيل العمل في تونس بل مصلحتنا أن يكون هناك آليات للقروج من هذه الأزمة وبالتالي لا أعتقد ألست خائفا من أن تكون هناك برحلة صدام أو مواجهة في المرحلة القادمة إذا تم التعامل بمسؤولية وتم التعامل بصراحة ووضوح مع كل الأطراف الشعب التونسي عندما يكون هناك صراحة ووضوح وطرح صادق من أي حكومة فيما يجري على الأرض يتفاعل ويتحمل مسؤولية ولكن الشعب التونسي لا يرضى أن يتم الغدر به أو التلاعب به أو تمرير قرارات على حساب الفقراء لمصلحة الأممية الأستاذ باسل ترجمان المحلل السياسي التونسي ضيفي من العاصمة التونسية أشكرك على كل هذه القراءات إلى ليبيا حيث قال المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند خلال لقائه بالمجلس الرئاسي الليبي في ترابلز إن الليبيين يريدون سرعة الاتفاق على قاعدة دستورية تقود لإجراء انتقابات وتشكيل حكومة موحدة يمكنها تقديم الخدمات وتحقيق السلام مشرا لأن الليبيين سائموا التأخير في هذا المجال ونقلت السفارة الأمريكية في ليبيا عن نورلاند أن المجلس أطلعه على الجهود المبذولة لحل المأزق السياسي وتعزيز المصالحة والتوزيع العادل للموارد وتشكيل وحدة عسكرية مشتركة ليبيا أيضا باشرت وزارة التخطيط والمالية في حكومة باش أغا بتحريك دعوة جنائية ضد رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية ومحافظ المركز بيترابلس وعبر كتاب مسرب موجه إلى نائب العام اتهام الوزارة لمحافظ المصرف المركزي بيترابلس بحجب إرادات الدولة عن الحكومة الشرعية وقالت في الكتاب الذي تحصلت الحدث على نسخة منه أن حكومة الديبيبا تستمر في الاستحواذ على إرادات الدولة وصرفها دون سند قانوني وأنها أي حكومة الديبيبا منتهية الصلاحية تصر على أن تكون جسما موازيا عبر التحصيل والإنفاق ما يمثل ازدواجية في الصرف وأكدت وزارة التخطيط أن اغتصاب حكومة الوحدة لإرادات الدولة اضطر الحكومة الشرعية للاقتراض من البنك المركزي في شرق البلاد لمعالجة المختنقات محذرة من أن حجب إرادات الدولة من قبل حكومة الديبيبا يمثل تهديدا للأمن القومي وسيادة الدولة وتعريضها للأزمات الاقتصادية نبقى ليبيا حيث يعاني سكان مدينة بنغازل من غياب وسائل النقل العام وسيارات الأجرى وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى الاستفادة من هذا الوضع الناتج عن الصراع في ليبيا لكسب لقمة العيش من خلال استخدام سياراتهم الخاصة كبديل لوسائل نقل الركاب العام وكذلك سيارات الأجرى شوارع حية بسيارات بألوان مختلفة إلا أنها خالية من سيارات الأجرة الصفراء وحافلات النقل العام ففي مدينة بنغازل ليبيا لا يوجد مواصلات عامة فإما أن تمتلك سيارة خاصة في بلد عصفت بها الحرب لأكثر من عقد من الزمن أو أن تكمل طريقك سيرا على الأقدام أمر دفع بصاحب هذه السيارة وغيره الكثير إلى العمل على سيارته الخاصة خدمة للناس وليكسب لقمة عيش كريمة أما هنا فسائق آخر لكن بساق واحدة إذ لم تمنعه إصابته من أن يعمل لأطفاله الخمسة بكامل الرضا أبا الرواتب يتأخرا شوية أنا وأنا أب أسرع خمسة مفار أمهم ستة قوصة لتكوهم من سبعة مفار سبعة مفار بيش لي بناكلوا نشرب بشهرين ثلاث شهور يتأخر الراتب فأنا اضطر أني نخدم سيارتي ونطلع في قوت يومي الحرب في ليبيا واقتطال الفصائل والحكومات المتعاقبة تركت البلاد ملعبا للقدائف والصواريخ والرصاص الطائش حيث أصبحت منغازي بلا مواصلات بعد تهدم محطة النقل العام الرئيسية في المدينة وضياع خطوط النقل يبدو شكل الأرصفة غريبا من دون أن تكون حاملة أناسا ينتظرون حافلة أو يطلبون من سيارة أجر التوقف عبر إشارة اليد كشفت نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية عن تقدم طفيف للجمهوريين على الديمقراطيين حتى الآن فيما تم الإعلان عن في مجلس الشيوخ احتل الجمهوريون تسعة وأربعين مقعدا فيما احتل الديمقراطيون تمانية وأربعين مقعدا وذلك بعد أن فاز الجمهوريون بيولاي تويكس تونسون تتبقى الآن ثلاث مقاعد في مجلس الشيوخ غير محسومة هي في جوجيا وأريزونا ونيفادا في أريزونا يتقدم الديمقراطيون عبر السيناتور الحالي مارك كيلي على الجمهوري المدعوم من ترامب بليك ماسترز لكن إعلان فوز الديمقراطيين قد يتأخر بسبب مشاكل تقنية تسببت في إغلاق أبواب اللجان في إحدى المقاطعات بالأمس الأمر الذي أغضب الجمهوريين أما الحسم الحقيقي فمن المتوقع أن يكون في جوجيا ونيفادا ففي الأخيرة يتقدم الجمهوري آدم لاكس هالد على السيناتورة ديمقراطية الحالية كاترين كورتيز التي تبدو وكأنها ستخسر مقعدها أما في جوجيا فالسباق قريب للغاية من السيناتور الديمقراطي الحالي رفايل وور نوك والجمهوري المدعوم من ترامب هيرشيل ووكر فيما علرت السلطات أنها تتجه لإعادة في السادس من ديسمبر أي جولة ثانية أما على صعيد انتخابات مجلس النواب فكشفت سينن عن حصول الجمهوريين على مائتين وثلاثة مقاعد فيما حصلت ديمقراطيون على مائة وسبعة والثمانين مقعدها أما في مجريات الانتخابات النصفية الأمريكية في ولاية جورجيا الحاسمة فتمكن وزير خارجيتها الجمهوري براد رافينز بيرغر من الفوز بولاية ثانية رغم حث رئيس السابق دونالد ترامب أنصاره على عدم التصويت له وفاز رافزون بيرغر بنحو 54% من الأصوات ضد منافسه الديمقراطي بي نيجوين يذكر أن المرشح الجمهوري لعب دورا رئيسا في صد جهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا بصراحة لم أكن أتوقع أن يقترب هيرشيل من النجاح على الإطلاق لذلك كان الأمر مفاجئا أتوقع أنه كان في الصدارة لكن لم يكن هيرشيل قريبا من هذا الحد أعتقد أنه إذا فقدنا مجلس الشيوخ وخسرنا في غدون عامين فلن نكون نموذجا لديمقراطية لبقية العالم من واشنطن تنضم إلي مراسلة الحدث الزميلة نادية البلبيسي التي تغطي بالتأكيد هذه الانتخابات نادية مرحبا بك قبل قليل كنا ننقل على الهوى مؤتمر الرئيس جو بايدن بدأ الخطاب وكأنه اعتراف يعني مسبق بالهزيمة ولكنه غير كامل لأن الرجل وصف أن الموجة لم تكن حمراء كما كان يتداول الناس هل ذلك صحيح؟ وهل من مفاجآت؟ يعني هزمت بعض من هذه التوقعات؟ بالفعل سعد الدين سمعنا لخطاب الرئيس بايدن الذي قال فيه بالفعل بأن الإعلاميين بأن استطلاعات الرأي أخطأت بشكل كبير عندما توقعت أن يكون هناك ما يسمى بالموجة الحمراء بمعنى بأن الجمهوريين سيسيطرون على مجلس النواب ربما بعشرين أو ثلاثين مقعد هذا لم يحدث وبالمقارنة على فكرة في عهد الرئيس ترامب وفي عهد الرئيس بايدن أيضا عفوا في عهد الرئيس أوباما خسر الديمقراطين والجمهوريون بنسبة كبيرة جدا فهذا بالنسبة للبيت الأبيض يعتبر نصر أولا ثانيا بأن الرئيس قال بأنه مستعد أن يعمل مع الجمهوريين وقال بأنه سيتحدث مع كبين مكافي وهو الذي سيتولى منصب رئيس المجلس بدل من نانسي بلوسي كما تعرف الحزب الذي يفوز في مجلس النواب هو الذي يشكل أو يفوز بالأغلبية هو الذي يختار الرئيس وبالتالي نتحدث عن كبين مكافي الذي سيتصل في بايدن هنا من البيت الأبيض بعد قليل كما قال لنا في المؤتمر الصحفي أيضا هذه الانتخابات كانت أيضا استفتاء على أولا استراتيجية البيت الأبيض لأنه ركز بالدرجة الأولى على موضوع الديمقراطية أن البلاد تتعرض إلى خطر كبير من مؤيدي وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب المعروفين باسم ما جاء نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى بمعنى بأنه هو يصفهم بأن هؤلاء الأشخاص يؤمنون بنظرية المؤامرة يشككون في نزاة الانتخابات الأمريكية وبالتالي يعرضون أسس الديمقراطية للخطر ويبدو بأن الناخب الأمريكي اقتنع إلى حد كبير برسالة البيت الأبيض ببداية كان هناك تشكيك حتى من المقربين من الرئيس الذين لكن نادية بايد الرجع وعاد قال يبدو أن الناس يصوتون للاقتصاد وأن مسألة الاقتصاد والزيادات كان لها الأثر الكبير ربما في هذه الخسارة صحيح؟ هذا كان شعار الجمهوريين وهذا ما قلت أريد أن أقوله لك سعد الدين بمعنى بأنه حتى في الظروف العادية عندما يصوت الأمريكيون في الانتخابات النصفية يصوتون للحزب اللي هو معارض للبيت الأبيض بفض النظر من هو الرئيس وفي أحسن الأحوال فما بالك عندما تتعرض البلاد لأسوأ كارثة التضخم طبعا نتحدث كوارث اقتصادية سواء كان الدخول في كساد أو نسبة تضخم تصل إلى 8% لكن الرئيس يقول بأنه رغم هذا والخروج من جائحة كورونا رغم هذا الأمريكيين لم يصوتوا فقط للاقتصاد لم يصوتوا فقط لما يعانوه بمعنى بأن أسعار الوقود المرتفعة والمواد الغدائية وإلى آخره لكن أيضا مواضيع أخرى مهمة بالنسبة لهم هو موضوع ديمقراطية موضوع الإجهاد وهو موضوع شعار كبير بالنسبة للبيت الأبيض وحماية المرأة حرية المرأة في الخيار وأيضا مواضيع تتعلق بتقنين السلاح إلى آخره هذه الانتخابات النصفية كانت أيضا استفتاء على أداء الرئيس بايدن هناك من كان يقول بأنه إذا خسر الديمقراطيون المجلسين الرئيس بايدن عليه أن يعلن بأنه لن يترشح لولاية تانية هذا ما سئل عنه في المؤتمر الصحفي قبل قليل هنا في البيت الأبيض قال بأنه لدي نية بالترشح لكن سأعلن القرار النهائي بغض النظر الانتخابات النصفية في بداية العام المقبل بعد الأعياد طبعا وبعد أن يكون هناك تشاورات بينه وبين السيد الأولى وعائلته يعني قرار ربما شخصي إلى نعم وبناسبة الترشح ماذا عن ربما بدأ بايدن أيضا حذرا حينما سوئل حول إمكانية ترشح ترامب من جديد والتي أعلنها والقضية الآن واستدعائه للكابيتول يعني هذه الموجة هل بالتالي الرأي العام الأمريكي كيف يتشكل هل من الوارد بعد سيطرة الجمهورين أن يعود ترامب ليكون مرشح هذا يعتمد على الحزب الجمهوري يعني خسارة المرشحين الذي دعمهم ترامب بقوة خصوصا في ولاية مثل بنسلفينيا هذه ولاية حاسمة متأرجحة في الانتخابات الرئاسية يجب على كل رئيس أن يفوز بها إذا أراد أن يصل إلى البيت الأبيض وبالتالي هذه الانتخابات كانت استفتاء على أداء ترامب ترامب حتى الآن لم يستطع أن يوسع القاعدة الشعبية التي تدعمه بقوة وبطريقة عمياء هناك أعمل الرئيس ترامب فقط من مؤيده 30% هذه النسبة لا تكفي لترامب ليفوز بانتخابات رئاسية وسئلت الرئيس بايدن بالفعل إذا كان يفضل الشخص الآخر الآن الذي نتحدث عنه وسنتحدث عنه كثيرا وهو حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتوس الذي سيتحدى ترامب هذا يرجع إلى الحزب الجمهوري على ترامب أن يفوز بالانتخابات الأولية إذا كان أمامه خصوم مثل رون دي سانتوس مايك بينس مايك بومبيو وغيرهم عليه أن يفوز ضدهم أولا قبل أن يترشح أمام الرئيس بايدن وربما التاريخ يعيد نفسه لنرى ربما رئيس ترامب ومقابل الرئيس بايدن مرة أخرى وربما نرى وجوه جديدة بمعنى بأن الجمهوريين قد يختاروا رون دي سانتوس أو غيره والرئيس بايدن يقرر التنحي ويعطي الفرصة لمرشح ديمقراطي ربما أصغر سنا وأكثر شبابا ولديه تطلعات مختلفة من واشنطن مراسلة الحدث الزميلة ناديا البلبيسي شكرا على كل هذه المعلومات والقراءات والإفادات تتقيد القرارات العسكرية للرئيس الأمريكي لحد كبير في حالة خسارة حزبه الأغلبية في غرفتين الكونجرس والشيوخ والنواب بماذا يخبرون التاريخ عن علاقة الحروب التي كانت الولايات المتحدة طرفا فيها أو داعما لأحد الخصوم والانتخابات التشريعية كذلك انتخابات التجديد النصفي تتزامن مع الحرب في أوكرانيا التي قوضت اقتصاد العالم ثلاثون انتخابات النصفية جرت في القرن الماضي في الولايات المتحدة تزامن بعضها مع حروب أو نزاعات عسكرية شاركت فيها أمريكا بشكل مباشر أو غير مباشر وانعكست على نتائجها في الاثنة عشرة جولة من جولات التجديد النصفي التي خسرها حزب الرئيس الأمريكي انعقدت ثماني جولات منها تزامنا أو عقب حروب تأثر بها الشأن الأمريكي الحربان العالميتان القطى بذلالهما القاطمة على الاقتصاد الأمريكي وكانت المحصلة خسارة الحزب الديمقراطي أغلبية مجلسي شيوخ النواب في استحقاقي التجديد النصفي عامي 1918 و1946 أما الحزب الجمهوري فخسر أغلبية الغرفتين أثناء سيطرته على الرئاسة الأمريكية عامي 1986 و1990 وهي الانتخابات التي جرت بالتزامن مع الحرب السوفيتية على الأفغانستان والحرب العراقية الإيرانية صحيح أن هتين الحربين لم تتدخل فيهما واشنطن بشكل مباشر إلا أن دعمها لأحد طرفيها لم يتوقف إبان فترة حكم بوشي الأمريكي أما العام 2002 فكان الوضع استثنائيا خلال المدة الأولى لبوشي الإبن وفي أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر تجمع الأمريكيون خلف حزب الرئيس وفاز الجمهوريون بأغلبية بسيطة بلغت ثمانية مقاعدة في مجلس النواب لكن لاحقاً عانى جورج بوشي الإبن نفس معاناة أبيه ففي أول انتخابات عقب حربي العراق وأفغانستان خسر حزبه الجمهوري أغلبية الكونغرس بغرفتي في انتخابات عام 2006 في تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أمرت وزارة الدفاع الروسية بسحب قواتها من مدينة خيرسون الأوكرانية وعرفت المنطقة مواجهات ضارية خاصة بعد قيام الجيش الأوكراني بشن هجمات مضادة على القوات الروسية وتعد خيرسون من المناطق التي ضمتها روسيا مؤخراً إلى جانب ثلاث مناطق أوكرانية أخرى بعد استفتاء لقي انتقادات دولية واسعة في واحدة من أكبر عملية الانسحاب الروسية التي قد تشكل نقطة تحول في حرب تقترب من نهاية شهرها التاسع موسكو توجه قواتها بترك الضفة اليمنى لنهر دينيبرو في منطقة خيرسون الأوكرانية والتوجه يساراً وزير الدفاع الروسي أمر بتنفيذ الانسحاب باقتراح من قائد العملية الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين الذي أقر بأنه ليس قراراً سهلاً الخطوة الروسية جاءت بعد تعرض خيرسون لهجوم أوكراني مضاد منذ أسابيع إذ شهدت مواجهات ضارية في الأيام الأخيرة خيرسون تعد أهم مدينة سيطر عليها الروس في أوكرانيا بالكامل منذ إطلاق العمليات العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وكانت إلى جانب ثلاث مناطق أوكرانية أخرى ضمتها إليها موسكو بعد استفتاء لقي انتقادات دولية واسعة في وقت أبدى فيه الكريملين استعداده للتفاوض مع كييف لكن مع مراعاة الحقائق في الوقت الرهن حقائق بدأت تتغير مثل ما حدث في خيرسون بلال البجديني الحدث وفي السياق قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخيل بودولياك إنه من المبكر جدا الحديث عن انسحاب القوات الروسية طالما لم ترفع أوكرانيا علمها في المنطقة وأكد بودولياك أن هناك قوات الروسية ما زالت باقية في خيرسون ويتم الدفع بقوات أخرى مشددا على أن القيادة الأوكرانية لا تعير اهتماما لتصريحات الروسية من كييف ينضم إلينا الصحفي محمد البابا مرحبا بك أستاذ محمد هل دخلت القوات الأوكرانية بدأت تدخل إلى خيرسون أم ماذا للوقت مبكر كما قال مستشار الرئيس على الحديث عن إعادة سيطرة الجيش أو القوات الأوكرانية على خيرسون نعم بالفعل وبحسب غرفة العمليات في قيادة الجيش الأوكراني في جنوب أوكرانيا حتى قبل ساعة من الآن نتاليا هومينيوك قالت أن من المبكر الحديث عن دخول القوات الأوكرانية وانسحاب كامل لجيش الروسي من تلك المنطقة خاصة أن ما نرى من خلال التعليقات أن القوات الروسية لا تزال متواجدة داخل مدينة خيرسون بشكل كبير وأن الجيش الروسي لا يزال يتجول داخل المدينة رغم أن حسب مشاهدات التي تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي هناك تحركات عسكرية من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى تحركات عسكرية للجيش الروسي بشكل كبير ولكن حتى هذه اللحظة يمكن القول أنه من المبكر الحديث أن مدينة خيرسون أو مقاطعة خيرسون أصبحت بالكامل تحت سيطرة الكوات الأوكرانية الجيش الأوكراني لا يزال يتخذ الحذر الشديد في نشر المعلومات ونشر الأخبار بشكل كامل وبتالي أستاذ محمد من خلال تصريحات الجانب الأوكراني هل ينظر إلى الأمر بأنه ربما تكتيك للمعاركة وليس انسحاب إقرارا بالهزيمة يعني حتى هذه اللحظة من المبكر الحديث عن ما يحدث في مقاطعة خيرسون هناك سيناريو يتحوف منه الجيش الأوكراني وكما تحدثت نتاليا هومينيو قالت أنه ربما تكون هذه مسرحية لزج الكوات الأوكرانية والدخول إلى داخل مدينة خيرسون وهذا يعتبر فخل الكوات الأوكرانية حتى هذه اللحظة ننتظر البيان الرسمي من هيئة الأركان الذي سيكون في ساعات الصباح الأولى عند السادسة أو السابعة صبعا حيث سيتم الحديث بشكل كامل عما حصل ويحصل في تلك المنطقة وهل ربما توقف القصف الذي كانت تقوم به القوات الأوكرانية وهي في طريقها للدخول إلى مركز خيرسون أم العمليات توقفت من الجنب الأوكراني؟ هناك تقدم وبالشكل يعني الجيش الأوكراني وسائل التواصل الاجتماعي وسائل العالم الأوكراني تحقصت أن هناك أكثر من تسع بلدات وقرأ في محيط مدينة خيرسون على بعد 15 إلى 8 إلى 9 كيلومترات من الجهة الجنوبية والجهة الشمالية يعني الجيش الأوكراني تقدم ودخل إلى هذه البلدات لكن حتى مدينة خيرسون حتى هذه اللحظة لا معلومات أن الجيش الأوكراني دخلها أو حتى أن الكوات الروسية قد غادرتها على رغم أن هناك يعني بعض مقاطع الفيديو تشير أن الكوات الروسية تعبر وبشكل كثيف يعني أحد الجسور الذي لا يزال يعمل بشكل جزئي في تلك المنطقة تعبر الكوات الروسية من الضفة اليمينية إلى الضفة الشمال ولكن هناك نقطة أساسية وكلمة تحدث عنها الرئيس الأوكراني يعني خلال كلمته المسائية حيث حذر روسيا وبشكل جدي من محاولة تفجير سد كخوفكا في منطقة خيرسون واعتبره أن تفجير هذا السد سيعتبر حرب على العالم بأسره لأن هذا السد يعني يحجز كمية كبيرة من المياه التي تستعمل في محطة زاباروجيا النووية وأن تدمير هذا السد سيعتبر أنك يعني شهر إلى الجانب الروسي أنه يعلن الحرب على العالم بأسره نعم أستاذ محمد نأخذ منك سريعا الأخبار عن الجبهات الأخرى هل القصف الروسي على كييف واستهداف محطات الطاقة مستمر في المقابل المناطق الأخرى التي تدور فيها بعض المناوشات ماذا يدور هناك؟ في بداية الوضع في مدينة كييف يتحسن من وضع الطيار الكهربائي الرئيس الأوكراني أعلن أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستنتهي أزمة الكهرباء في العاصمة الأوكرانية كييف وفي المدن الأخرى وأن تعمل بشكل كبير لصيانة وإعادة الطيار الكهربائي لما كانت عليه أما في منطقة دونست الرئيس الأوكراني أكد أن الكوات الأوكرانية تعاني في تلك المنطقة من استمرار الهجوم الكبير للجيش الروسي خاصة في محور أدفيافكا وأيضا في محور باخمود الكوات الروسية تضع ضغط كبير على الكوات الأوكرانية ولكن الرئيس زيلنسكي قال أن الكوات الأوكرانية لا تزال صامدة وتكبد الجيش الروسي خسائر كبيرة ويكون القول أنه فقط في قطعة دونست والوبانسك خلال العشر أيام الماضية خسرت روسيا أكثر من أربعة آلاف جندي في تلك المنطقة من كيف الصحفي المختص في الشأن الأوكراني أستاذ محمد البابا شكرا على كل هذه الإفادات والقراءات نبقى في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث قال نائب المجلس الإقليمي في خيرسون سيره خلان إن انتهاء احتلال منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا قد بدأ بالفعل مضيفا خلال مقطع فيديو أن التحركات الحالية للقوات الروسية تتم لضمان انسحابها المحتلون يغادرون وتتمثل المهمة الأكثر أهمية بالنسبة لهم في تعزيز النقاط التي يقومون بعملها حاليا في دينيبرو فيسكي وبناء على ذلك حول الطرق المؤدية إلى خيرسون وعلى التوالي باتجاه سد كخفك الكهرمائي وهذا لضمان انسحاب قواتهم وبالتالي يمكننا القول إن إنهاء احتلال منطقة خيرسون قد بدأ بالفعل اليوم خيرسون على شفى أزمة إنسانية الشيء الوحيد الذي يسمح لنا بالبقاء على قيد الحياة هو تعاون المواطنين والمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة لكن يجب الاعتراف بأن أسعار المواد الغذائية قد تضعف على الرغم من أن الطعام لا يزال متحن لنقاش هذه التطورات الميدانية من القاهرة ينضم إلي المحلل العسكري الاستراتيجي سعادة العميد سمير راغب مرحبا بك دائما سعادة العميد كيف يمكن أن نفهم الاستراتيجية الروسية في عقاب هذا الانسحاب من منطقة كانت موسكو تعتبرها الهدف الرئيس وهي من ضم ثلاث مناطق أخرى أنها سبب الرئيس لما سمته العملية العسكرية التي كانت تعتبر أنها محدودة وقتها للسيطرة والمدافعة عن هذه المناطق التي أعلنت مؤخرا أيضا مناطق تابعة إلى روسيا هل هذا الانسحاب تكتيكي أم ربما هو إقرار بهزيمة أو انتكاس؟ بتاعات الحضرتك أخي سعد الدين الحقيقة فكرة الانسحاب لا أكثر من اعتبار يعني الاعتبار العملياتي أن من 15-11 بتبدأ راس بوتستة اللي هي موسم الوحل والمطر الشتاء بيبقى الشتاء المطر يعني الشتاء بيمر بمرحلة المطر ثم يتجمد كل شيء بما فيها المستنقعات بما فيها الأنهار فالمرحلة دي بتبقى الحركة محدودة بالطرق الرئيسية يعني ما فيش منورة لأن أجناب الطرق بتكون واحد حتى الجنزير يعني المضرعات ما تقدرش تتحرك فبالتالي الجانب الأوكراني يعني هنا سعادة العميد ما الفارق بين ربما الجغرافية الخاصة بخيرسون وتلك الخاصة بكييف وغيرها إن كنت تذكر العملية انطلقت في ذات الموسم وكنا نشهد الصور والفيديوهات المجنزرات يعني تقتحم الثلوج يعني وكان الوصول متأخر ما الفارق إذا أحييك على السؤال العمليات بدت في 24 فبراير دي الفاصل ما بين اتنين راس بوتستة يعني فيه راس بوتستة بتحصل مع تغير من الخريف إلى الشتاء ومن الشتاء إلى الربيع لما جات راس بوتستة التانية ابتدى الروس يتعصروا في شيرنيهيف وفي كييف وبعد كده بدوا يحققوا نجاحات فمن 15-11 مفيش حد حيكسب أرض لا الأوكراني ولا الروسي فبالتالي الروس برضو الحديث على خرسن خرسن نهر دنيبرو بيقسمها تلتين في الشرق والتلت في الغرب أنا هستخدم الشرق والغرب عشان التوضيح بدل من اليمين واليسار الجانب الأوكراني موجود في الغرب يأتي من ميكولايف لو غرب خرسن الجانب الروسي بيعني تسحب للضفة الشرقية في اتجاه نوفاكا خوفكا فالتلتين دول نحن تحدث عن نهر دنيبرو صحيح نحن تقول لرحيل شبك زيرتق عن نهر دنيبرو بالزبط فالتلتين اللي هم في الشرق اللي موجود فيهم الروس أولا الأوكرانيين ما لهمش نقطة قوة ينطلقوا منها لكن في الغرب بينطلقوا من ميكولايف وبعض المناطق من دنيبرو وبيتروبس في الشرق ما لهمش لأن الشرق اللي فيه حد دونبس وفيه زبروجيا الأوكرانيين ما لهمش فيه وجود ففكرة الانسحاب سيرجي سوروفيكين قرره سليم لأنه هو أولا ما استكملش التعبئة عنده نقص في الإمدادات قضية الريفر كروسينج اللي هو نهر دنيبرو الجسور كخوف كمضمر وأنطنوفيسكي بيعمل بشكل جزئي ويمكن استهدافه فبالتالي القتال على هذه النقطة الآن مش مفيد فبالتالي في فترة ما بعد فترة الراس بوتستا اللي هي هتبقى لغاية ديسمبر يتجمد كل شيء الروس زي ما ساتك تفضلت قدروا في الفترة دي أنه هم يحققوا سيطرة بما فيها خرسون بيقدر يرجع تاني إن أراد الرجوع استراتيجيا هو بيبرد الصراع وبيستند على منع ماء اللي هو نهر دنيبرو محصن في الشر وهنا السؤال بحسب زميننا لصحفي محمد البابا قبل قليل سعادة العميد يبدو أن الأوكرانيين حذرين من الوقوع في أي فخوة يعني نقل أسلحة دفاعية وغيرها وبناء مصدات يعني قد تصعب بالتالي لا يفرطون بسهولة للمرة الثانية في خير سهولة طيب خلينا نتكلم في الفترة دي الفترة دي الروس من مصلحاتهم الأوكرانيين يدخلوا ليه؟ لأنهم حيعانوا من مشاكل راس بوتستا إن ما فيش مساحة للتيكتيكية للمناورة هيستخدموا الطرق الروس عاملين موانع في المناطق قبل سحب قواتهم منها وحيسيبوا بعض القوات عشان كده هتلاقي فيه حركة من الشرق للغرب وحركة من الغرب للشرق دي عملية غيار غير إن فيه قوات منهكة بيسحبها وبيبعت قوات بس قوات أقل الحقيقة القوات دي هتخلي تقدم القوات الأوكرانيين على مركز العاصمة بطيء مع الموانع المانع بالمناسبة ما بيمنعش بيعطل تحرك أثناء تعطلوا التحرك مع القتال التعطيلي من القوات المدافعة تتعرض لنيران الجانب الروسي من الشرق من الضفة الأخرى عرض النار في المنطقة دي 300 متر مش مسافة كبيرة عنده الهاوتزر عنده الزخائر الزكية الزخائر غير زكية عنده الدرونز اللي هي جران 2 أو شاهد 136 عنده الطيران يقدر يعمل مناطق قتل في الفترة اللي هي راس بوتست عشان كده هتلاقي الأوكرانيين مش فرحانين بالانسحاب لأنه أنسحب في وقت صعب التقدم فالأوكرانيين لو تقدموا يبقى الصالح الروس الحرب لا تحسب بما حصلت عليه اليوم أو حذرين ويخشون يعني من الوقوع أود أن أختم معك هذا الانسحاب هل يعني استراتيجيا وسياسيا أن موسكو لا تفكر في أي تفاوض في القريب وإلا لكانت اخترطا تفاوض من موقف قوة وهي تسيطر على خير سون أخي ساعد ما فيش تفاوض لكن في حاجة اسمها تجميد الصراع على طريق شبه جزيرة القرم في 2014 الروس دي طريقتهم لو قدروا أن هم يجمدوا الصراع حتى واستغنوا عن الضفة الغربية لخيرسون هم كسبانين كسبانين ليه؟ لأن المناطق الاستراتيجية أنه هو ربط دومباس بشبه جزيرة القرم واستند على نهر دنيبرو فهو التفاوض سيتم خلف الكواليس وينتهى في الأخير في تبريد الصراع وصولا لتجميده لكن فكرة أنه يبقى الصراع ويوصله للتفاوض الروس لن يتنازله عن أراضي بالاستفتاءات أصبحت أراضي روسية حيقول الشعب أنا بتنازل عن أراضي روسية فأعتقد أن السيناريو الأرجح مع إنهاك البنية التحتية الأوكرانية مع الشطاء قارص لا يوجد شطاقة مع التهديد سواء بتفجير السد أو خلافه فأعتقد تجميد الصراع هو الأقرب وعسكريا بتصير الاتجاه المحلل العسكري والاستراتيجي ضيفي من القاهرة العميد سمير راغب أشكرك على كل هذه القراءات التحليلية العسكرية تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاتماعي وتفاعلوا معها وزوروا موقعها الإلكتروني الحدث دوت نت انتهت الساعتان التي تناولنا خلالهما آخر وأهم الأخبار وتوقفنا نقاشا مع ملفات من السودان وإيران وكذلك نقلنا لكم المؤتمر الصحفي للرئيس جو بايدن والذي تحدث فيه عن نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي أشكر لكم حسنا متابعتكم تحياتي لكم سعدتي الحسن إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة